سؤال آخر أكرمنا الله بمبلغ صغير عايدا سلسلونه استثمار حلال فأي البنوك الإسلامية أدع فيها المبلغ تكون فائدة متغيرة لأن النقود يأكلها التضخم مع الزمن هذا سؤال مشرقي ينبغي أن يقدم إلى علماء المشرق المخالطين لهذه البنوك ولبرامجها الاستثمارية ولهيئات رقابتها الشرعية عن كذب هم أقدر على الجواب عن مسألتك يا رعاك الله الذي يسعني في الجملة أن أقول إن المصارف الإسلامية في الجملة خير من المصارف الربوية في الجملة على ما في بعض المصارف الإسلامية من دخل ومن شوائب ويعنى بالمصرف الإسلامي كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته ويلزم أدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة المصارف الإسلامية متفاوتة في مراتب المشروعية فبعضها أدخلوا في باب المشروعية من بعض فارجع إلى ثقات أهل العلم في محل والزم غرزهم بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر